السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سننضغل اليوم على عقود عمل إسبانيا بالمجال سننضغل على الإقامة الغير ربحية الإسبانيا وفيزا سياحة الإسبانيا كيفية الحصول على فيزا سياحة أو لعقد عمل أو لعمل تطوعي في إسبانيا كما ذكرت بطاقة الإقامة الغير ربحية فأول حاجة أريد أن أهني الناس لحطوا لدرسي ذلك لهم عندنا في المكتب وتمكنهم الحصول على عقود عمل واللي ساعدناهم في الحصول على العقود واللي ساعدناهم على تهيئ الملف ديالهم كسواء طلب عقود عمل أو طلب تأشير سياحة أو لا بالنسبة للناس لساعدناهم من أجل التطوع مع جمعيات خيرية أنا أهنيهم من هذا المنبع هناك الكثير من الناس اللي حصلوا على فيزا ديالهم ولا على تأشيرات ديالهم كما ذكرت سابقا نجتهد يوميا وكل قوطوق وحلول يوميا من أجل أن نعمل بجد والسعي وراء المصلحة العامة وأن الناس يشغلوا بضمير وبحب في مساعدة الناس وتلقي دعوية الخير من الناس فأول حاجة قد نضع عليه وهو كيفية أنك تحصل على عقد عمل بالمجان فالعقود العمل أول حاجة بيانسور كارت الاتصال مع موسيري الشركات هناك أو للكابيني درقشوتمون هناك أو للمضارع للموارد البشرية هناك أول حاجة كين ديكابيني درقشوتمون أو للمكاتب توظيف حكومية كما التابعي للحكومة الإسبانية مكاتب توظيف لمؤخص لهم أنهم يقدموا يعرضوا عقود عمل على البروفيل ماذا يعني البروفيل وهو أنه الناس اللي هما اللي يقلبوا عليهم في الميدان دياله كل واحد التخصص دياله كحرافين صناعيين كالناس اللي هما ديبلومي كالناس اللي هما عندهم تجربة في العمل سنتين فما فوق أو ما شابه ذلك غادي ننتقل شوي على الإقامة غير البحية الإقامة غير البحية هدكتها في بزاف ديالفيديوهات وهي واحد البطاقة للإقامة كالتالك إسبانيا في حالة انتوفى فيك بعض الشروط ما هو ما هاد الشروط وهو كين الناس كتلبوه فيزا لإسبانيا وكيدوزوا واحد المدة وكتقدر داك المدة ديال الفيزا وكتخصو معاودي تلبو فيزا ففي الواقصة متقى كل ساعة الفيزا كيعتوك واحد بطاقة بطاقة الإقامة غير البحية فيها سنة وبعد ما كتدو السنة كتجدد كتكون فيها سنتين من بعد ومن بعد أو تاني كتجدد كتولي فيها خمس سنوات وانسي دو سويت ولكن هذه بطاقة الإقامة غير البحية ما هي الشعور ديالها أول حاجة وهو تبيل القنصلية بأنه عندك واحد لمبلغ كافي باش كي نقولو لكي تغطي تكاليف المعيشة هناك لمدة سنة وكارير الشرط وهو يكون عندك مبلغ كافي في رصيد البنكي ولا عندك واحد تحويلات بانكية كي يجوك كل شهر عندك مثل يجوك الكردير لهم ولا عندك شعققارة كاريهم كي يجوك الكردير لهم ولا عندك شي شغل كي يجيك لكل شهر إن صالير لي هو أو لا عندك واحد المبلغ كافي باش كي تغطي تكاليف المعيشة لمدة سنة هناك فبعد ما دلنا هما محددوش المبلغ ولكن بعد ما دلنا دراسة كامكتب لكي نقولو حينما تكون عندك 1 تناشر المليون في اللي هي مليون في الشهر باش تغطي تكاليف المعيشة هناك في إسبانيا أو اللي يكون عندك 1 مليون كيدخلك في الشهر في رصيد البنك ديالك كل الشهر من شغل ولا من شعقار عندك ديه أو لا من شي كي نقولو يكون عندك 1 المصدر ومصدر كدر بي حملنه 1 مليون في الشهر بإجيك في اللي كرتك او لا عندك 12 مليون كاملا فلكون لكي تغطي تكاليف المعيشة هناك هادو الشرط اللي هما كي نقولو اللازمة اللي بغا يدفع البطاقة تلعيقامة غير ربحية قد نهضروا دباء على التطوع ما معناه التطوع؟ التطوع وهو ان تتطوع مع جمعية خرية كمتطوع ان تشغلها مع جمعية خرية كمتطوع واحد الملحة اللي غير يقولي الملحة غير كافية احنا خصنا واحد راتب شهري لتغطية تكاليف المعيشة فهدي انا كنسميها خطوة نحو الامام خطوة نحو ذلك البلد انك تهاجر لذلك البلد كمتطوع مع جمعية خرية ان تشتغلها كمتطوع مع جمعية خرية ولكن بعد ما تحصل على العقد دير التطوع وتبشيت ما فلك واسع النظر ان تبحث عن عمل دائم بعقد دائم وان حصلت على عقد عمل دائم بعمل دائم هادي تبشي المكتب الاجاني وتقلب له ستاتيو ديالك من عقد عمل كمتطوع العقد عمل دائم وتحصل على بطاقة الايقامات دائمة فهدي خطوة نحو الامام فمع جمعية خرية هناك الكثير من الجمعيات نحن بتواصلين معهم جمعيات التي نشتغل في رعاية الحيوانات جمعيات التي نشتغل في رعاية كبار السنة والمسلمين جمعيات التي نشتغل في الناس الذين يدعون الاحتياجات الخاصة جمعيات التي نشتغل في الطوارئ وما شابه ذلك أو شيء من هذا القبيل فالجمعيات هذه يطلبون الناس الذين يكونوا بصحة جيدة عندهم واحدة هذا الطبيعة تثبيت على أنهم بصحة جيدة عندهم مستوى لغوي جيدة ثقافة عامة وما شابه ذلك الناس الذين يكونوا مكفة ومن الأحسن أو لا ستعزز الملف ديالك إلا عندك تجربة مع شي جمعية خيرية ما عندكش هذا ليس بشرط أساسي ولكن من الأحسن ولكن ليس شرط أساسي أنك تكون بصحة جيدة ولديك التقافة ولديك مستوى لغوي جيدة هذا يكفيك أن تدفع السيرة الداتية ل هذه الجمعيات غدي نخلي لكم في صندوق الوصف كلكي لينك بعض اللينكات روابط لبعض الجمعيات اللي يمكن لكم تتصلوا بهم وتسفطوا لهم السيرة الداتية وللي تخدم موتيفاسي اللي تخدم موتيفاسي هي خطاب تحفيزي دكاته عدة مرات خطاب تحفيزي لازم خطاب تحفيزي لكي تبين لهم وتوتق لهم على أنك جدي في الموضوع وعلى أنك تحب العمل الجمعوي ويجب نذكر على أنه الخطاب التحفيزي يختلف من جمعية إلى أخرى على حساب الجمعية ما هو النشاط ديلها؟ لكي نشاط ديلها في رعاية الحيوانات كنت تقول بأنك كنت ترعى الحيوانات منذ الصغار وأنت كنت تصور بهم في البيت وكذا كذا كذا إن كان جمعية تنشط في رعاية المسنين تقول لهم على أنك كنت تقدم يد المساعدة للمسنين منذ الصغار وأنت تحبهم وطرعهم وكذا كذا وتلبي رغباتهم وتقدم لهم يد المساعدة وطرعهم مصلحتهم وكذا كذا هناك كثير من الأمثلة موجودة في موقع جوجل ممكن أن تستعينوا بها لكي تحصل على خطاب تحفيزي جيد ومع سيرة ذاتية منظمة وتبعت لهم الطلب ديلك عندما تبعت الطلب ستنتبه الرقم الهاتف يكون صحيح البريد الإلكتروني يكون صحيح لكي لا تصلوا بك تجاوبهم في الوقت وتبين لهم على أنك جديد لكي لا تصلوا بك عبر البريد الإلكتروني وانت ما تدخلش عندك لبريد الإلكتروني ولا ولا تدرسي شي بريد الإلكتروني قدير وانت بقيتش عقل على المطبس ديله وما تجاوبش معهم ومتضاع منك ألف فرصة يجب يكون عندك بريد الإلكتروني حديث يكون عندك في التليفون ودخل يومياً وتشوف هل هناك جديد؟ هل تصلوا بك؟ هل 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 ولا تصلوا بك؟ تجاوب معهم في الوقت المناسب وانت تتلش عندهم؟ كذلك ومثال الرقم الهاتف يكون الرقم الهاتف ديالك ليس ديال شخص من العائلة والصديق يتصل بك يلقاوك أنت جوان نياباً باشتبيه اليوم على أنك جديد في الموضوع وانتطلبوا منك شيء أتيستاسيون وانتطلبوا منك شيء ورقاء تلبيت كيك نقولو تجاوب معهم في الوقت المناسب هذا من الناحية اللي بغا يجي عندنا المكتب كيك نقولو نديرولو الطالب ديالو مرحباً به سوف نخلي عنوان المكتب في الصندوق الوصف وفي البرمية الكومنتر وسوف نضعوا دابع على فيزا سياحة فيزا سياحة ذكرت في عدة فيديوهات على أنه فيزا سياحة سيكون عندك ميل فمون دام يستجيب مع المعايير التي تطلبها القنصولية يستجيب مع التطلعات التي تطلبها القنصولية ويكون يستوفي الشرط أول حاجة وهي يكون الحساب البنكي ديالك الشيء اللي نخدموه في المكتب المحاسب ديالنا لدفعتي الدرسيالنا يدير لك أعمالية تسحب وإيدها باش يكون ترويج بنكي جيد الثاني حاجة يكون عندك واحد يكون عندك واحد العمل قار واحد العمل اللي كيتربح منه يكون المصدر ديال واحد الراتب يلوز لك شهري راتب لا يقيلو عن سبعة الف دفهم في الشهر تقريبا هذا العمل هذا لا عندك قلم سبعة الف دفهم أو لا عندك تقدموا تفقية غير المهيكل دفعتي الدرسيال لك بكتب كان قدروه نقولك إنشاء شركة شركة قائمة بيداتيها أو لبطاقة مقاولي داتي كان صعوبو لك وبيانسور كان ديولك الموفمون بانكار كان قددو لك الستاتوت كما قولت شركة قائمة بيداتيها في إطار القانون قانونية وشارية باش كتولي جيران بالسوسيتي ولا اك ندخلوك أسوسية في السوسيتي اللي ديجا قائمة ديجا قائمة بيداتيها وكبيانسور كان خدموا البرنامج السياحي ماذا ستفعل في ذلك البلاد ما هم المدون التي ستزوروها كان عملوا البرنامج السياحي وكانوا تقوم بحجوزات مبدئية حجز مبدئي للطائرة حجز مبدئي للفندق حجز مبدئي للمطعم حجز مبدئي للفندق حجز مبدئي للمطاعم متاحف مباراة القدم التي ستشاهدوا هناك كانوا تقوموا البرنامج السياحي بحجوزات مبدئية وكان ديول الموفمون ديقانت لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وكان خدموا الدوسية باحترافية كان خدموا الدوسية بطريقة قانونية واحترافية والدوسية كيكون فيه جميع المعايير التي ستطلبها القنسوليات فانتوك لو كانوا تقوموا البرنامج السياحي وكانتقوموا البرنامج السياحي بحجوزات مرحلة وكانتقوموا البرنامج السياحي بحجوزات مستقبلة باحترافية أشهر إلى مكتب المكتب مكيقولش ليك حنا درنا خدمتنا ليلينا درنا هلا يعاونه يعاونك لا المكتب يتحمل مسؤولية دي رافض تيل فيزا ديالك وكان عاود نهي كله الملف مكتعود تخلص والو الخلاص اللي هو ليك يبقى كان عاود ندفعه لقنصلية اخرى وقنصلية اخرى حتى يجيب اللاتيسي وتاخد فيزا ديالك كان بقاون ندفعه ما كانت تخلوش على الملف ديالك اولا كان تدروا الطعن القانوني ما هو الطعن؟ الطعنه هو القرار ديالقنصلية قرار ديالقنصلية كانت تقنو فيه يقولو القنصلية هاد سيد هادا من حقيها لحصول على التأشيره ملفه جيد الملف دياله يستجيب مع الشهوط يستوي في الشهوط يستجيب مع المعايا التي ستطلبونها ومن حقيها لحصول على التأشيره كنذيروا الطعن باش كنتلبوا من القنصلية أن ت prick إعادة النظاف الملف ومن بعد ما تчитывать إعادة النظاف الملف غالباً بعد 8.40 ساعة بعد ما يقرأ الطالب بالطعن القنصلية ت ferir إعادة النظاف الملف وكانت حصل علي التأشيره غالباً ولمن كان كانت نعاود دفعوا القنصلية أخرى وقنصلية أخرى حتى يصلىها في الدوصير ديلك وليس تخلوهش على الملف وقد دفعوا ليك هنا وهنا 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 تيصلىك سوف تطور بيجاسية حتى يصلى لا تتخلوش على الناس اللي كيدفعوا لي دوسية ديالهم او لا بالنسبة لحتى بالنسبة كيف نقولو وكيف نتوقع اللي مالكترش ندكارها في الفيديو وطائق كنا نعزو بها الملف بحال ديزا انفيتاسيون كنجيبوهم بالاسم ديالك من داك البالات ديشوز اللي كان ديوهم في إطاع القانون بيانشور مالكترش ديزا انفيتاسيون بالاسم ديالك مالكترش ندكرهم في الفيديو هاتشي يدخل في السير المهني للسيكري البروفيسيونال فنحن اهل الميدان لدينا خبرة في الميدان لدينا اتصالات في الميدان واحن اهل الميدان كي نقولو كي نشغلو باحترافية وبطريقة قانونية ونعملو على انمي الفكيكو المنظم لكي لا تتعرض لرفض فنعلمو ماذا يجري داخل اسوار القنصوليات لماذا لأنك نديرو دراسة حول الموضوع قانونية بعض المراحل اتساهتمو وكأن تضعو Ηجرائيل المفتاح وكأن تضعو التعجيزات وكأن تضعو الشباب وكأن funny وكأن تتضعو كبيرت مصارير لى الإجرائيل وقنصرية المسهلة وتقدر هذك اللي كانت المصحبات والمسهلة وهذك اللي كانت المصحبات والمسهلة علاشة شيك يوقع؟ على حساب البلد كيبعض المرات بلد اللي كيبغي كيك نقولو ينعش الاقتصاد ديالو يديني ينعش اقتصادي انه يسهل اجراءات سياحة طلبة التأشيرة يسهلوا طلبات تأشيرة باش كيك نقولو يزيدوا في عدد السياح ويزيدوا في عدد السياح كي وقع عندهم واحد الرواش اقتصادي في البلد فهذ البلدان هذو اللي كيسهلوا اجراءات الفيزا باش يزيدوا في عدد السياح باش الاقتصاد ديالو ينتعش حنا كنديرو ايتود كنعفو داك البلاد درهم سهلة اجراءات الفيزا لانهم عندهم بزوان ديال السياح كنعفو شو من البلاد ندفعو شو من القنصولية وكيف شو معيش وعليش كنعرفو الدرس عند من غاية تحطو فين غريم شو كيفش هيتكريتا ايتود كنديرو ايتود كنديرو ايتود كنعفو فين دفع الدرس ديالو فاللي بغاية الدرس ديالو في المكتب ديالو مرحبا بيه هذا شرف اللي انت اعتوا عندي الى المكتب من اجل استشارة او اداع الملف المكتب ديالو متواجد بمدينة الدار البيضاء كي الناس كي يجعون من جميع المدون المغربية من طنجة من فالس من مراكش من الداخلاء من العيون من اقادير من تيطوار من الخريبة كي يجعون ناس من جميع المدون المغربية يوميا وياجل استشارة او اداع الملف عندك نهاء واحد ديالصفة كنخدمو لك على الدرس ديالك تكساعد سور بلاس بلانتوريستيك برنامج سياحي كنخدمو كل شي وكنعطو كلميل في ديالك جاهز كنديه معاك بيانسور وكنديه معاك المواكبة ديال موائد مع القنصوليات كذا كنديه معاك المواكبة بالهاتف لك انتي في مدينة بعيدة وكنديه معاك المواكبة خطوة بخطوة حتى تتحصل هذه الشيئة ديالك ان شاء الله بيد لله فاللي بغاية يجي عندنا مرحبا بيه غادي نخلي العنوان ديال المكتف الصندوق الوصف وفي البلمي كومنتر مدينة بلمي كومنتر تعليقكم واحد تطلع الفوق تلقى الكومنتر كتدير ليخ بلوس اقرأ المزيد في الكومنتر ليخ بلوس وتخلج لك العنوان معاك اللي بغاية يجي عندنا مرحبا بيه من اجلس تشارة او ايدعى الملف نشغل من الاتنين الى السبت من العشر وصدر الصباح الى خمسة وصدر الشيئة يوميا وهذا ما كان كان الناس كان حسبو اليوم بدوصي فاللي اللي هم دوية الاحتياجات الخاصة والناس اللي هو يتيموا الام ويتيموا الاب وصغيرهم في السن وليس لديه سند هدوك نخدمو اليوم بدوصي فاللي بل اكثر من ذلك نخلصو اليوم اجراءات القرصولية من جبنة هاد الناس يخلصونا بحاجة وحدة الدعاء الخالصة دير ومعناها دعوا ديال الخير الدرسي نحسبوه بالسلف درهم لغير ثمان مناسب وفي متنوى الجميع كالين بعض المكاتب انا لا اعلم اقولوا البعض يحسبوه ديكون طراب الساد المليون سبعاد المليون كالين كحسبو انا لا اعلم اقول هناك بعض المكاتب اللي كيشتغلوا بمصداقية وبحب وبضمر ولكن هناك اللي كيشتغلوا من اجل الغريزة المادية وانا لا اعلم كل اللي فيهم الخير كل اللي غارضوا من اولي هو المال فاحنا غارضونا الاولي هو مساعدة الناس ومساعدة الشباب انا نجلو ثمان مناسب متنوى الجميع وتلقي دعا والخير هذا هو كي نقوله المراد دينا والوبجيكيف دينا ان الناس يدعون معنا دعا والخير وليس لهامش اريبها فالسلف درهم هي في متنوى الجميع وتمنى هو مناسب جدا اللي بغا نخدمه لدرسي دياله ومن هذا المنبار احنا خنقوله كل شي ما كنخبعه والوكيلي كيقولك خليتيجي عندك وقول ليه معنا ما نخبعه احنا كنخدمه بيضمه وبيحبه وبيصداقه وبيقلب يفتوحه اول حاجة قبل واحد ما يدير يا طالب هجراء يا طالب شهر يطلب من الله سبحانه وتعالى يستر نستغلوا بالدعاء لا عندك فيها الخير غيستر لكب بالخطوة الاولى لا عندك فيها الخير اكتر غيستر لكب بالخطوة التانية نستغلوا بالدعاء انا سامعون مجيبا بالاستجابة الجذير ما وعدنا الله إلا بالخير وما يكون إلا الخير مستقبلي بإن الله مستقبلي واستقبل reductions ومستقبلي جميع بصد الله نتفاؤل خيرا نجد هما وما يكون إلا الخير إن شاء الله بإن الله مستقبلي من طوش عليكم نتبنظم الله عز وجل وإلى أمول جميع من كل قلب إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإن الله الله يعونكم